جهز متطوعون في مخيم لأنازحين بريف معارة النعمان شرق إدلب ساحة للعب كمفاجئة للأطفال بمناسبة عيد الفطر واستمتع أكثر من مئتي طفل بالمفاجئة التي أعدى لهم 12 متطوعا من فريق ملهم التطوعي وقال المتطوعون إن الأنشطة التي نظمت جاءت في إطار الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام بعيد الفطر وأضافوا أنهم حاولوا رسم بسمة على وجوه الأطفال بعد حرمان لأكثر من خمس سنين بدون فرحة بالعيد